كذلك من سنة لله الكونية لازم يكون في ابتلاء يعني ابتلاء يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يختبر الانسان في حاجة في حياته هو بيهبه هذا الاختبار خلي بال حضرتك ان الناس فهمها غلط مش لازم الاختبار ييجي او الابتلاء ييجي في حاجة انا بكرهها يعني مش لازم مثلا ييجي ابني يموت ولا انا اعيا ولا عربية تتعمل حدثة لا ده الاختبار قد يأتي بالمحبوب يعني ايه بقى يعني ممكن واحد ربنا يبتليه يقوم يبتليه بالصحة خلي بالك واحد يبتلى بالمرض يجيله مرض ده احنا عارفينه كلنا ايه المستشفيات مليانة واحد بقى يبتلى بالصحة ازاي ربنا يديله صحة وفتوة وقوة وفحولة ويبصت حسنك انه ماشي بالله كده ايه عشر الجلالة في بعض حيطة ماشي قدامك هذه القوة وهذه الفتوة انت هتعمل بها ايه هل ستسلطها على الضعفة والناس الغلابة وهل حتتخذها سلاح تبقى بلطجي وتبقى خط وتؤذي الناس هل ستزرع في قلوب الناس الخوف منك هو ده ابتلاء ايه طيب ابتلاء تاني مثلا واحد نفسه ربنا يكلم فلوس وبينام ويوم يصحى يحلم كلنا بنحب الفلوس دي طبيعة الانسان كده طيب زويا ان الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة مش من جنيه ولا مئتينه لألف منه لا قناطير مقنطرة يعني ايه يعني شويلة الدهب كنا ما ترصص الانسان طبيعته كده فيقوم بتلاقي واحد سبحان الله يجي ربنا والسادة يديله بقى فلوس كتير جدا بلا حساب ده بتلاقي انت عايش في نعيم بس في قدامك ناس مش لاقي يبيت تعيش فيها انت قاعد في تكييف ومستريح في ناس قاعدين في عشش بيتنفسه رطوبة انت عندك عربية مريحاك في واحد بيتطر يعني يستنى كل يوم بالساعة والساعة ونص على المحطة عشان يركب الأوتوبيس باشتراك أبو نص جنيه عشان هو قدرته كده هل حتوقف جنبه ما هو ده بتلاقي طيب ابتلاقي بالنعمة مثلا من نوع ثالث الوقت في واحد يعني يتلاقي ربنا سبحان الله مش مديل وقت بيشتغل وردية الصبح ويرجع ينام ساعة ويقعد مع ابنه الساعة دي ويقعدش مع ابنه ويصح ينزل يشتغل الساعة 10 بالليل عشان هو يا عيني عايز اخر الشهر يجمع 2003 يجيب بيهم لقمة لعياله واحد في شقة ايجار وحلته كرب واحد تاني قعد بيصحى منهم يقوم والحمد لله عنده فلوسه في البنك وبيتجيب له الفلوس وانه عنده مشاريع وعنده أنشطته قعد بيقتل الوقت قتلا يعني مش لايه حاجة عاملة تلاقي يقولك انا مكتئب انا حزين انا كرح حياتي وده ابتلاء فمبدئيا فكرة ان الابتلاء بيكون في الامور المكروهة فقط دي فكرة غلط الابتلاء بييجي بالنعم وييجي بالامور التي تبغضها الانفس النفس بتكره المرض وتكره الفقر وتكره المشجلة وتكره وتكره ييجي بدي زي ما ييجي بدي لذلك ربنا الإباء واجعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني ايه واجعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني انا مثلا راجل صحيتي على قدي ومش قادر امشي وتعبان وشوفك ماشاء الله ماشي كويسة وحدة ماشي يا جانبي في الشارع حلوة قول الله مستي ليه ماشي حلوة ويشبعنا انا تعبان هي عندها صحة انا ما عنديش ليه اهو دي فتنة لي مثلا ربنا مثلا يكون مديني فلوس ومش مديلك فانت تقصديني في حاجة او خدمة فانا اتكبر او اتمنى اقول يعني ما تروح تشتغل هي الناس بتشهد كده ليه خدت بال حضرتك ده دي فتنة فتنة ليه اننا ربنا سبحانه وتعالى بعتك ليه هل سأحسن التصرف معاك ولا هتعالى وتكبر عليك ده معنى الاية وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ده